يهدد الطرفان ويتوعدان ثم ما لبث حتى صار التهديد حدثا مدويا فقتل أهم جنرال إيراني قاسم سليماني ومن يثأر له مثل الميليشيات في العراق التي أشرف على إنشائها وتضخيمها حتى استولت على الدولة وأي دولة؟ العراق ساحة الصراع الأمريكي أصلا بالقوات المنتشرة على الأرض الإيراني وكالة بالميليشيات المتنفذة صعدت الميليشيات مؤخرا من هجماتها المتمثلة بالقصف على قواعد القوات الأمريكية أو قرب مبنى سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء ما دفع الولايات المتحدة للرد لكن هذه المرة لن يكون الرد كما المعتاد قصف مقر أو اثنين بل حملة لتدمير ميليشيات تتبع إيران هذا ما يفهم من تقرير لصحيفة نيوروك تايمز الأمريكية الصحيفة قالت إن وزارة الدفاع الأمريكية أمرت القادة العسكريين بالتخطيط لشن حرب مدمرة على ميليشيات إيران في العراق التي هددت باستهداف قواتها في البلاد مشيرة إلى أن كبار المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وروبرت سي أوبراين المستشار الأمن القومي ضغطوا للدفع باتجاه ذلك باعتبارها فرصة للتحرك الجدي ضد الميليشيات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أذن بالتخطيط لحملة جديدة داخل العراق لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب في حالة تصعيد الميليشيات هاجماتها ضد القوات الأمريكية ميليشي حزب الله هي المستهدف الأول من الحملة الأمريكية المرتقبة لا سيما أنها المسؤولة عن العمليات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وقد تستهدف واشنطن قادة الميليشي وقواعدها ومستودعات الأسلحة بحسب الصحيفة كل ذلك ترافق على الأرض مع إرسال البنتاجون لبطاريات باتريوت للدفاع الجوي وحاملة طائرات وطائرات بدون طيار إلى المنطقة ما ينذر بأن الطرفين قد وصلا نقطة لا عودة وينتظران من يضلق الرصاصة أولا الخصمان أمريكي وإيراني وساحة الحرب العراق الذي عج بالحروب وأرهق منها